نبدوها من القدس العربي وما ترجمت عن ساندي تايمز تقول روسيا كررت أخطاها في حرب الشيشان وصححتها بدك المدن الأوكرانية نشرت صحيفة ساندي تايمز مقالا لماثيو كامبل قال فيه إن القصف الروسي على مدينة ماريوبول يذكر بالحرب العالمية الثانية وقال إن القصف الشديد على المدن الأوكرانية دفع الناس إلى الهروب أو قتل الكثيرين منهم وهي دليل على تكتيكات أحكم الروس مع لمها في العقدين الماضيين أثناء حملتين ضد شعبين مستقلين تجرآه مثل أوكرانيا على مواجهة الكرملان وذكر روس جروزني في الشيشان وقتلوا الآلافة في التسعينات ويقول أصلا دوكاييف الذي يبلغ من العمر واحدا وستين عاما والذي فر من بلاده منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين ويعيش في هولندا يقول عندما أنظر للصور في أوكرانيا فهي تذكرني بغروزني وعندما كنت أختفي في القبو بدون طعام كما يجب عليك أن تفعل عندما تقصف بالمدفعية ومن الجو وكتاب الحرب للجيش الروسي لا يرحم ويقوم بمحو المدن الأوكرانية لتصحيح الأخطاء بالأسلحة الثقيلة والغارات الجوية وهو ما أدى إلى غضب دولي وقاد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس فلاديمير بوتر اشتركوا في القناة